فردت كل الطيور وزهد دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبتم كنتم وأهلا ونقول للجهلم أهلا ذك حفل الناجحين ألف مليون مبارك رب نازدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين وردت كل الطيور وزهد دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين كم عزمتم واجتهدتم في الليالي كم سهرتم وتفوقتم وفوزتم باركوا للفائزين باركوا للفائزين بردت كل الطيور وزهد دنيا الحبور الحمد لله جليل النعم بعض للهمم للجود والكرم جعل لأهل القرآن ميزة وعي ميزة ومنزلة رفيعة عالية ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البري وأسكى البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسحبه وصلى ما ما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم ضيوفا الكرام نرحب بكل الحضور ضبتم وضابا ممشاكم فحضوركم شرفوا لنا ويطفئوا على حفلنا عنصا وصرورا فبارك الله في مسعاكم فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة ثانية إلهي سبحانه وتعالى يا ماتزكالي منصبتا إيا حفلتا قلوح دبادنا وحركان أكوار كيسان مانتا سكووكا انكو مسلمين سيدا سوهاد عربنا حفلتا نانبلاوانو وحرواينا نحر انكدواجيو دانتا محذفك مانتا مشاناوي ماني اردائي دان هالكاي دي موقاتا وحكاسو دان معدلي رادو معاهدو الفرقان معاد كاسو لغة العربية علوم وشريعة الوبرتو اردائي دا مركب منصبادا يحفلتا قروح دبادن مانتا هالكام قولي هالكاي سيكاسو جيدان معاد كاسو السيغان معاهدو مغالية غارسة كتالو كميدا تاسو هالكاي شعارك اي نوم وغدو كايسان دفعادة وي melhorار المورهد وحكاسو اردائي دا بقسم لغة عربية وحكاسو أردائي دا هدفك هو هو مانتا ثابتا مادان شهادات لغة العربية متاسية ت ontوية مادان من لغة الدونسية كما ترغب بعد عدوده كان مستعد للمطاق وعندما حصلته فرقه بعد السنة يجبك بقضاء المتواصل ويحصلته ويجبه ذو مستعد للمطاق لكن اسم完 المال من المشارف ومشانت وشد أولاد مباشرة أردائي دا معلمين دا ولا لها نايدا عادا لما انت نسوه دا وادا يديد لانهي غاما فرمو سوه دا وادا وانا ادي ادبا اذي كامحاد عليني نارونتي دانتي عال هادان اي شقوي انكيني اي احشقالي حافظة وحاك الدومار انت اي نوصو باجسان انا مانتا وقت جينا اي نوهوتين وانا ارسو قيب غادتين حفلتين متعن حلمان اي نميه هادي اي ادبا اتحقرين اي او قايدين دريالين اي ادبا اتحقرين ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى ماركا وانتو هادي قصدوين انا معدك فرقان ماموسكي سه يحفلتين سواردي اي دا يسكلي هادا اي مغادا هذا ونفتطح بحفلتنا عيات من القرآن الكريم على لسان الطالب حسين حسن محمد فليتفضل مشكورة ومجيورة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم دبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاه لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فهنا يبصرون ولو نشاه لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين الحمد لله الذي أوضح سبيل هدايته لأرباب ولايته وأبهج وحرك أهل معارفه إلى دقائق علمه وأحوج وأبدع بدايع قدرته في محكم سنعه وأخرج حمداً لمن نبيه قد بعثت فذوخت بعوثه من قد عثاه ثم الصلاة والسلام ما أشرقت شمس وما غنت على الليك لنام ما نزل المطر من السماء واختلف الضياء مع الظلام والآل والأصحاب والتابعين من أولي الألباب الكرام مع نسيم الفجر البارد ومع كل طير عن عشيه شارد نصبحكم ونحييكم ونجعل الخير لكم وارداً ضيوفنا الأكارم أهديكم سلاماً لو رفع إلى السماء لكان قمراً منيراً ولو نزل إلى الأرض لك الساها سندساً وحريراً ولو مضج بماء البحر لجعل الملح الوجاج عذباً فراتاً وسلسبيلاً ضيوفنا الأكارم نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكاً وريحاناً وتحمل في طياتها حباً ووفاءاً تحية أهل جنة يوم يلقونه سلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم في حفل التخرج لدفعة الخامسة والثلاثين من معهد الفرقان أهلاً وسهلاً بالذين نحبهم ونودهم في الله ذي الآلاء أهلاً بقوم صالحين ذبيتقى غر الوجوه وزين كل ملائي أهلاً وسهلاً والسلام عليكم لا تخبح الدنيا وفيها أنتم أهلاً وسهلاً ضيفنا أهلاً أضعتم حفلنا أهلاً وسهلاً إننا لقياكم أمل لنا كنا نردد يا ترى نسعد بمراكم هنا حلم ترى حقيقة إذ ضيفنا الغاليدنا أهلاً بكم فبكم يطيب لقاؤنا وتعالق الأطيار أوراق الشجر أهلاً وسهلاً وناقةً ورحلاً هلت الفرحة علينا نشتت الأشواق فينا مرحباً بكم مرحباً هذا ما أحدنا ينادي مرحباً بكل الضيوف يوم تنادي غير عادي مرحباً فوق الولوف طار طير الفرح غنى فوق فسن السعد شادي قال جانا من تمنى يا أهلاً بأهل الأيالي يا أهلاً مليون أهلا قدركم والله غالي حبكم في القلب ساكن حقكم فوق الولوفي جيتم حفلنا زواراً زاد تشريف المكاني أتيتم لنا لنهديكم أزاهيراً وريحاناً بالحاني نسوق لكم فذون الشعر ألواناً أريج فاح من عبقى يزيد القلب سنواناً يغز الورد من طربي ويعطي النفس إيماناً نحن الضيوفان الأكارم تخشع الظلام بنوركم وزاد السرور بوجودكم فأنتم الضيوف إن زمجر الغريب وأنتم الروح إن أردف الغريب وأنتم الشرف إن نهدر المغيب وأنتم الفجر إن تطاول الأسير بالمغيب قدمتم أهلاً وطيتم سهلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أميه يا رب بأس آميه أميه 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 الأميه أميه 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 آميه أميه ونعجب أميه أعطيكم موسيقى رابطة آمية فالنسيطا لست أن تكون مستهولة لشكل مستهول. أن تكون مستهولة بمقرسل الجمعينيين ، اليوم حيث في الدنيا لأننا نحن مستهولة. ومع ذلك لذلك لنعضب المنزل لبعض مستهولة لتعرف كم مستهولة أن يكون مستهولة لأننا جميعاً مستهولة ويساعدون نعدي. أتحدث عن مهامي بشكل مستهولة لنعم هذه المنزل لأن هذا المنزل تجمعنا بنا لذلك قد يحدثنا جميعاً لنا. imagine capturing a foreign language within eight to nine months that's really hilarious to conclude with I would like to advise my colleagues to drive further and reach greater heads remember this is not the end you will have to do a lot for in order to reach greater heads just at the beginning don't think you are starting it again thank you and welcome JULIAUN من الكروب والمحن وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي جاهد في سبيل الله حق جهاده فما ولا ولنهزم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نصروه وبرؤيته تملوا أما بعد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا أن هدان الله الحمد لله الذي وفقنا على هذه النعمة بتعليم لغة العربية وبعلوم الشريعة شرف الله تعالى بلغة العربية بجعلها لغة وثيقة صلة بالدين الإسلام والشريعة الإسلامية الشريفة فأرسل خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من نسل العرب وأنزل عليه القرآن الكريم وأنزل عليه القرآن الكريم بلغة العربية الفصيحة فقال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتغون بلسان عربي مبين وبين سنته وشرعه بها فازدادت شرفا تعليم لغة العربية هي واجب على المسلمين لأن تعليمها ليست قضية تعليمية فقط بل هي قضية عقيدية ورسالة صاميه أيضا كما روي عمر بن خضاب رضي الله عنه تعلموا العربية فإنها من دينكم تعلموا العربية فإنها من دينكم تعليم لغة العربية واجب على المسلمين لأن تعليمها ليست قضية تعليمية فقط بل هي قضية عقيدية ورسالة صاميه أيضا كما روي عمر بن خضاب رضي الله عنه تعلموا العربية فإنها من دينكم ولذلك واجب على المسلمين فهم لغة العربية لأنها يتوقف عليها فهم القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتم العبادات إلا بها لا يفهم الإنسان قرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان ماهرا في اللغة العربية وهي سبيل الوحيد لفهم آيات القرآن وحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا الفضل والتكريم الذي خطيت به اللغة العربية في القرآن والسنة عن السحابة رضي الله عنهم والسلف من بعدهم بعلوم لغة العربية وحثوا على تعلمها لفضلها وعلوم منزلتها قال ابن تيميا وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المقالات وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة كما نس على ذلك مالك والشافع وأحمد بل قال مالك من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه ومن الآثار الوالدة في عناية السحابة بلغة العربية ما جاء عمر بن قدف رضي الله عنه تعلم العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المرؤة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفسح البشر لسانا فزاد من شرف اللغة العربية أنها كانت لغة صلى الله عليه وسلم التي مكنوا الله عز وجل وكان صحابته الكرام وسلف الأمة رضان الله عليهم على النهج ذاته في العناية بلغة العربية تكريما وعناية وتشريفا وصلى الله عليه وسلم على نبينا وعطى كل شيء خلقه ثم هدا وله الحمد في الأولى والآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شرك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صلى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا أما بعده العلم وصيلة الإصلاح وطريق النجاح وسبب الفوز والفلاح وأشرف ما يتحلى به في الوجود وأحسن ما يتفضل الله به على عباده ويجود قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات العلم هو العامل الأساسي الذي يساهم في بناء المجتمعات وتكوين حضراتها واتساع عمرانها امتداد سلطانها وعلو وراياتها وانتشار دينها العلم ميزان الأخلاق والقيم ومعيار الفطل والسلم الارتفاع إلى القمم وباحث الأمل ومنهض الأمم رفع الله به أقواما فتقدموا وحرمه أقواما فتأخروا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أكرم الله أهله بخاصيته أنقرن ذكرهم بذكره وأشهدهم على وحدانيته فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم نشر الله في الخافقين أعلامهم وأجرى بالأحكام أقلامهم فهم موقعون عن الله وهم مرثة الأنبياء أن أبي دردى رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك ضريقا يبتغي به علما سلك الله به ضريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لضالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يغرثوا دينار ولا درهم إنما ورثوا العلم فمن أخذ أخذ بحض وافر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النظم موتني 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 ذا العباء موتني 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 يا أنا رغم كيد العدار رغم قرر النقم سوف نسعى إلى أن تعوم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقوم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يسارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية نعم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النظم كم سيرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقين كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من عمم نبتغي سيد المعالي نبتغي رسل هرم نقضي ساعة دواء لنستطيع علم العجم نستهين كل غالي كي نحقق الحلم إن سئمنا لا نبالي فلنسير للأمل إن أقمت الجبال تستحق الأجر سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النظم قدلكم يا والدي يا عماني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير عمر كان لي عند المحن أنت يا من تملكين جنة تحت القدم كل ألفاظ اللساني كل شكر قدره اجمعوا كل المعاني من عراب أو عجم لا توافي شكرهن لا تجاوز العرض سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النظم هذه فرحة الأهل لا يساويها الرقم حين يشهدون حالي بسرور يبتسم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأسم يا نجوم السماء يا عبائق النسم يا سحائب الرجا يا ضيور الحرم يا رعود الشتاء يا جميع الحرم اشهدوا هذا المساء أنني قلتم قسم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النظم تحية ممزوجة بالحب والهناء وأطيب من ريح المس ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أقدم إليكم منظومة وجيزة بعنوان وصية للشباب أصيكم يا معشر الإخوان عليكم بطاعة الديان إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم وإنما غنيمة الإنسان شباب هو القصر في التواني ما أحسن الطاعات للشبان فاسعوا لذكر الله يا إخواني وأعمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لاحظة والساعة ومن تفته ساعة في عمره تكون عليه حاسرة في قبره ومن يقول إني صغير أصبر ثم أوطيعوا الله حين أكبر فإن ذاك غاره إبليس وقلبه معلق مطموس لا خير في من لم يتوب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا وإن أردت سوء واختر من الأسحاب كل مرشدي إن القرين بالقرين يقتدي وصحبة الأخيار للقلب دوى يزيد للقلب نشاط وقوى وصحبة الجهال دوى وعمى يزيد للقلب سقيم الساقما فتب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الزمان يا أيها الغافيل عن مولاه انذر بأي عمل تلقاه أما علمت الموت يأتي مسرعا وليس للإنسان إلا ما سعى وليس للإنسان من بعد الأمال إلا الذي قد دامه من العمال والحمد لله على القدام والشكر لله على الإنعام ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء والمستمعين الكرام أسعد الله صباحكم باليمن والبركات هنا قناة الفرقان الأخباري وصلنا نشرة الأخبار أنا اسمي ولو إسحاق وحسن عبد الوهاب تابعين مرحبا من جديد ومن نهم الأخبار التي نتناول اليوم رئيس الكيني يعرب رغبته في برنامج الإسكان رغم قرار المحكمة بعدم شرعيته أبو تلان ستستضيف مؤتمر التغلب على الخلافات السياسية أقد في معهد الفرقان حفلة رايعة لطلاب الخريجين من المعهد للدفعة الخامسة والثلاثون المتغرجة من المعهد وما زالت الحفلة مستمرة حتى الآن جنوب إفريقيا تدافع عن لجوهها للعدل الدولية وتدعو لوقف التمويل للحرب الإسرائيلية رئيس الكيني يعرب رغبته في برنامج الإسكان رغم قرار المحكمة بعدم شرعيته وما يتعلق به يرسلت لينا مراسلتنا هدى الرشيد فلتتفضلي مشكورة عرض الرئيس مليام روتو عن رغبته في الاستمرار في برنامج الإسكان الميسر على الرغم من المعارضة والعطبات التي تحترض الطريق وأثناء حديثه في مقاضعة ميرو بعد مقاض من تأديد محكمة الإسكيناء في المحكمة الغلية الذي أعلن أنه اسم الضرائب غير دستوري أشعر روتو إلى أنه سيستمع إلى صوت الكينيين لمعاصلة القرامج وذكر روتو الذي شبه صوت الكينيين بصوت الله أنه سيستعرف القضية لكنه لم يبدح ما إذا كان سيضعه في الحكم أو سينتظر نتيجة القضية التي كانت أمام القضاء بالفعل ومع ذلك أكد على أحد فرمى مجلس كالمهم أنه قد مفرس عمل الكينيين وجه روتو انتقادات البدلة للهيئة القضائية التي اتهمت بالكسب غير مشروع وفي وقت سامع انتقى الرئيس برئيسة القضاء ورئيس سلطة القضائية مارت كومي ورئيس جمعية مغدنية موسيس بيتامولا نوم الاثنين الماضي وانها القلاف الذي جذب الاهتمام على مستوى الملاد وأمني مراسلتكم خالر رشيد في قناة معد الفرقاء الأخبارية في عاصمة كينيا مرومي موتلان ستستضيف مؤتمر التغلب على الخلافات السياسية تفاصيل البند نصر سهل رئيس ولاية موتلان سعيد عبد الله عن عقد اتماع الرفيع المستوى في قروي لمعلم المثلين عن حكومة الفدرالية والولايات المقليمية والسياسيين الصوماليين لتعزيز الحوار والمسالح جاء ذلك في مؤتمر السحافي عقد الرئيس ولاية بوتلان في شمال الشرق الصومالي ساء أمس في مدينة كروا عاصمة الملاد وأكد ذنيا قبول الرئيس الصومالي حسن شيخ معهود الدعوة للمشاركة في مؤتمر معربا عن تفاوله بأن يسفر الحوار عن نتائج بنات النبواتات التحديات التي تمر بها الفلاد وقشف رئيس بوتلان أن الحكومة الفدرالية تموم أعداد جدول أعمال المؤتمر وأضاف أن الاتباع النقير الذي عقد فيه قروا وعضره الرئيس الصومالي ورؤساء الوزراء السابقين والرؤساء الولايات المقليمية توصل إلى توافق على ضرورة مواجهة التحديات الحالية التي تموم بها البلال بشكل جماعي مراسلتكم نصرسها بقناة معهد الفرقان اللقبالية قروا عاصمة الفدرالية جنوب إفريقيا تدافع عن لجوهها للعدل الدولية وتدعو لوقف التنويل لحرب الإسرائيلية أعد لنا هذا التقرير مراسلنا حمزة علي نور خلال السنوات الأخيرة فأضافت منذور أن جنوب إفريقيا لجأت إلى أعلى المحكمة في الأمم المتحدة بلوقف تلك الإبادة والتدمير لما ضلق إرتها النضالي والحقوقي وأيمانها بالدفاع عن حقوق الإنساني والشعوب في العالم أنا أحمد على نور في أمامات بعد الفرقان الأخباري من عاصمة جنوب إفريقيا كبتا وصلنا إلى نهاية نشرنا الأخبارية إلى اللقاء القادم أستودعكم الله وأتمنى لكم أطيب الأوقات وأهلاها ومن فاته الخبر سيطالع في عنوين المكتوبة في الشاشة التلفزيوني الفرقان الأخبارية أو صفحة رسمية www.alfurqan.co.co.co ماليكم أختي غالية وعليكم سلام زميمة الحميمة ما اسمك يا أختي اسمي ليلى محمد قورة وأنت أنا اسمي ليلى عبد بره كيف فرحتك اليوم فرحتي زادت عن القياس المعلوم لأنني اليوم وصلت الثمار ما بدلت من الجود ماذا تفضلين عن نناقش عنه اليوم أفضل أن نناقش عن العلم والجهل مرحبا أنا أعتقد أن العلم هو المفتاح لتحقيق تقدم في حياتنا والعالم بشكل عام أنا غير متفقة معك فأنا أعتقد أن الجهل هو السبب الرئيس لتقلف المجتمعات ومشاكل التي نوجه اليوم ولكن العلم يساعد على حل المشاكل والتدوير التقنيات الجديدة وهو أساس البحث العلمي والتدور التكنولوجي ولكن جهل يؤدي للانتشار الأفكار القضائية مما يؤدي للإحراف والتقلف لكن العلم يعمل على تحقيق العدالة والمصاواة ويساعد في فهم ودراسة آليات الطبيعة والكون بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام في العالم إلى تعميم القضى مما يؤدي للإحراف والتقلف ويزيد الإحراف في المجتمعات لذلك يجب علينا أيضا تشديع البحث العلمي بسبب عدم الاحتراف بأهمية العلم ينتشر لدى بعض الناس أفكار قضائية ومغلودة مما يؤدي للإحراف والتقلف وهل تشير لنا مركز ينبع منه التعليم؟ نعم هذا محهد الفرقان وفيه لوقة العربية والإنجليزية وعلوم الشرعية بمرحلة الإعدادية ومرحلة الثانوية مع منهج مضمون شكرا على إشارتك القيم ولك أيضا يا أبت العزيز الحمد لله رب الأرض ورب السماء خلق آدم وعلمه الأسماء وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء ونزل القرآن لما في الصدور شفاء فأضاءت به قلوب عباده اللتقياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء وأشهد أن نبينا محمدًا خاتم الرسل والأنبياء اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته الأجلَّاء أصحاب الفضيلة والسعادة ضيوف حفلنا الكرام مشايخنا ومعلمين الأكارم إخوتي وزملائي الطلاب الخريجين والخريجات أيها الحفل الكريم نحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا ومرحبا بكم يسعدني في هذا اليوم الجميل وفي هذه المناسبة الغالية أن أقف أمامكم نائبًا عن زملائي بتخريج الدفعة الخامسة والثلاثون من معهد الفرقان بعد أن نهلوا من معين العلم والحكمة ودرجوا في معارج المعرفة ليكونوا بإذن الله منارات للهداية ودعاة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة أيها الجمع الكريم أولا نحمد الله سبحانه وتعالى ونهدي فرحتنا لآبائنا وأمهاتنا ولا ننسى أن نشكر أساتدنا الأعزاء الذين زودونا بالعلم والمعرفة ولم يبخلوا منا بإرشاداتهم فجزاهم الله عنا خير الجزاء ونشكر أيضا لجميع المحاضرين حقيقة قد شرفتم حفلتنا يا من زار دارنا بحضوركم الطيب فشكرا لكم جميعا ومرحبا بكم فكيف لي أن أنسى معهدي الذي احتضنا هذا الإنجاز معهدي معهد الفرقان معهد الفرقان كان منارة للعلم وسيبقى منارة للعلم دوما ودائما بإذن الله أولا أوسي ليخواني الخريجين والخريجات بعد تعليمهم هذه اللغة العربية بعد تعليمهم هذه اللغة العربية المباركة التي أنزل الله بها القرآن حقيقة اليوم قد وصلنا المستوى الذي كنا نطمع هي فرصة غالية وقد استفذنا منها الكثير وهي فرصة لا يستطيع أن يجد كل الناس إلا من نعطاه الله عز وجل فواجب علينا أن نشكر على هذه النعمة كما نعرف لغة العربية مفتاح كل العلوم لغة العربية مفتاح كل العلوم أقول لكم كونوا كالنهر لأن النهر لا يمكن أن يعود إلى الوراء إن قلتم كيف نذهب إلى الأمام فعليكم أن تعلموا الآخرين لكي لا تنسوا ما تعلمتم كما قال أبي إسحاق للبيري يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شدتا إذن تعلموا العلم الشريعة ولا يقطعوا ولا يتركوا تركا لا يليق به أما الباقون في المعهد أوصي لهم أن يحرصوا حرصا شديدا لكي يحصدوا هذا الثمار الوصية الأخيرة للجميع أن يتعلموا اللغة العربية لأن اللغة العربية من الدين ومعرفتها واجب بأن فهم الكتاب والسنة بأن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا باللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذن اجتهدوا كثيرا وتعلموا اللغة العربية وعلموا الناس وأقول لكم بارك الله في مسعاكم وبارك في علمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاغوة للمتغن ولا عدوان إلا على ظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نمينا محمد وعلى آله وسحبه وصلم أما بعد أحب لدن شرف طريق موقع الكوناكسن مقال كوناكسن إلم كوناكسن التعليم كوناكسن داتكي 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 مشايقين تي أبا بوشي معلمين تي أردادة وحبرتي وأما هاتين بغول كي بغول بما هاتين معلمين تي وأما هاتين قبن قابي عشق حفل الدن وأما هاتين إيه الكوناكسن يبقلي منطق فالليان وأما هاتين فرحة بابا فرحة بابا وحين أنه قد ضل فيني ساح مخلوق فرابضان باكمنول قال ياسلام باكمنول دور شدونا اكسن انقاذن يانو كفر احسن سكولا اللودي شامعذا اللودي قال اذا لغن كيدي اذا يبع للراعي الهي اذا انكسنو كايدو كوها قاجيي اللوو قد حرب كايدو كوها قاجيي الهي اسامه الب الحمد كله لله واما هدسنتي انقونا وصاصا اندين شاكي منو فرح سنة وحوي قاله تاثكو حول من الوقت التي تتعلمها فيها فهل الوقت في عربي تشقر ومن الوقت في عيش الهي قرآن لا تصدرني ويقول الله الدور تأقب اعصي اعبد كيدي عربي ويشرفان طيب ويشرفان طيب شرفتنا ابن محمد بيناكو شرفان طيب وحلقا مش هيكي كارو ووقد دي هذا وحلقا مش هيكي كارو عربا سادتك الهدى حطا الدم بباكو صغان معاه يرنبي محمد باكوش رقل رقها باكوش أسحابتي باكوش إمام يدي باكوش حالا إيساة تاهي وضداء الدورتين محد فنوق القالسين وبرشاد النوقوق القالسين مشايخين تيامعلمين تباواكم ما هذينينا والدكا واكم ما هذينينا إلمي سؤجه هي برباركاس شران شردي دينتا أياد غيبتا دي عكتا سارتا حقيقة المركي لقات عقيدة دا الله ينونج الحمد لله رب العالمين والعقيدة للمتغين ولا عبدوانا إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبدوه ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرما بعد شفظنا من يو Rho وأشهد أن ووهار ب Pic ورسوله للمنزل بإحسان أكثر استفping�� ترجمة نانسي قنقر 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 أساسو قلنا بأنه يساعة سلام هذا يطالبها ووثوها سيدنا جبريل أي وثوها ما قرنا يساعد معلم كيسه مارك خوفك وافرته فيه إنه يشو إنه داعيهاي وإنه عابديهاي وإن ما قرنا يساعد معلم وإنه يهي متعلم إنه يهال الدونية مارك إن شاء الله تعالى أنت سنصود أرضاه منها إياه لك عبسي السحب الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرح الأنبياء والمرسلين أما بعد مركو كواد وحان رواينا سؤال دويا ونو مهد عليا قف كستا وكستا غيب غري حفلدن ونوكو بلاوا يا علماء معلمين تماعاتك والدين تا أرضي دماعاتك تخرجايا وعرضي دهرو معاك ورانا وطخرجي يومي ديها نغلاقي بقالنا يحفلدن دمان تين واد مهسنتيهن قف كسترام مقعوليهي ينكو سلامينا وونا ما دعو لنا انتا كدب وحي كلمات وطردارا نحاي أما وانا أحاي ضيوفة ينو سجوديسي وداما وقت ينو سقسي سعودا واد اللحظة ونقول لونهي كلمات كيدو حنكو سو كوبي دون ان شاء الله انتا معاك أرضي ده تخرجيسا يفافاهينو يرو معاك وقو سابسانا ينكو سو كوبي دون مركو كواد مانتا حل كنو حاسفووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو والدين تي ايغان اصدقاء سوكالاء سوكارب قالاي اوصو دو القاتي انتا اردي داي واحبرنا ايان اماان تين اي انا مهسنطيهين اقلقوا ات كم مهسنطيهين انا ات دارتين ما عادول فرقان مرقوا انا ات كنتين ارديدين الاء اي كتاماين ايان ات garب واحاطين اهد بدو مهسنطيهين اردي داي سبحالي امرقالاء اهلان وسهلان دادالكاس اي جوك دي اصاس اميسان سيدا ساد وقتي او سوفا اي ديستان ويحي تار داران او مانتني لقا حال كان لغوشا غينا انا دقادة تيمبان فيلينا انشاء الله او ارضيقا حدو وحقو هاري وافوريه اعلميقا انو حالكا كاسي ودا او واحبرشوين كهار رفا وقال او سي قلته سيدا انشيق دونا معا اتا قيب علوم مشارعال ارادا يا جلتا او قفكر رابو قصي بيريقالا قفكر خواه انو مدارست مجالة سي ادانا ويقفرون تحاي يقفك انوصن لقادة عاريوة بسكوة كانن لقادة عاربيغة ومفتاح لغوطرقة لغلمينات كبرتا لحالكا ادغسي جوتماشا ادان كتريبين انتا كدب معا اتا كان الفرقان سلا ام بادان حفلد بادان كاشا ايقني وحال لا اساسي قيبتي سمقارسة انا قيبت اصال كواه وقيباها كلا اسايي كالصفر عمين قيبتهم حال لا اساسي لا وادو كونه يتدوضا ايال لا اساسي مده هاد الليحي طوانسانا ايو شقينايا مده داس انتاس لأك ارضي ادو فربضانا ايصاصاري معادكن ماركي لغو بلاوي قيبتان غارسة كدب قيبكالو فرعيكالو سيا شيء ووادنان قدهي سيا قارجكوا معادكا ماركا روحا لغو بلاوي قيبت اللغة عاربيغة ومدهشة غي نيسي حاد درمانكة قيبتة ارضي دكتخاروجايا ماركا قوفك ارضي ده دمان تكتخاروجي لغة الانجليسية حسابة السعودان قيبتاس ايذن معادكا كتر سنته هاي مده ايذن ومده هالسانا ارضي ايقان السيدة قيبتان لغة عاربيغة وبرطوكالا ايو اللو برطا او حباراتك ايو نداماتك معادك قيبتان لغة عاربيغة وعاشر هاد دي دل لغة دكي سناي وعاشر هاد دي دمان تكتخاروجي قيبتان لغة عاربيغة قيبتها سوى كوب بيريكلان وانا سود دوينينا ان شاء الله معاني كادر مان توني لجوغا اصاقانا كل يكلموا لهاان لهاي اكا نحوه ويرعجيسين سانوحو الدارنيغة قيبتكالا وقيبلي هذا علوم الشريعة او ايضن اللغو برطا كنتوكت اسلاميغ اللغو برطا علومتكالالدونات اللغة عاربيغة اصيل لسيفة فاهيه نحوه هاذي صرفيغادي كله كجران السداسوكالا حديثك فيقيغي حديث العلوم تيسي وصول الكيقيغي عقيدة كل اللغو برطا ان شاء الله وقيمتهاس علوم الشريعة بعد رمضان الخيارات والمثال ونحن سيدنا ان تحرمونا ان شاء الله ونقصو بيه بلغة ونحن نحن سيدنا النحن احرامنا ان تحرمونا ونحن نعلم ونحن نحن نعلم مجانا في هذا إنه بابن jest لتأكيد voice إنها جميع دائما لمشاهدة تع�� التى welche w next momma ان شاء الله قاضيها وبفاهم ان تكتب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر